شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في اجتماع مع عدد من الرؤساء الأفارقة للتباحث حول المبادرات الإفريقية للوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية شهد الاجتماع التباحث حول تفاصيل المبادرة الإفريقية حيث توافق القادة على استمرار العمل المكسف على دفع المبادرة من خلال بلورة أليات لتشجيع الجانبين على الانخراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في اجتماع مع عدد من الرؤساء الأفارقة للتباحث حول المبادرة الأفريقية للوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية وذلك بمشاركة كل من الرئيس عثمان غزالي رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي والرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامفوزا والرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني ورئيس الزنبي هاكيندي هيتشيليما بسم الله الرحمن الرحيم السادة أصحاب الفخامة الأشقاء العزاء اسمحوا لي في البداية أن أعبر عن سعاتي بالتواجد معكم اليوم في هذا الاجتماع المهم لمنقشة وتبادل رؤى حول المبادرة الأفريقية التي طرحها فخامة الرئيس سيريل رامفوزا الذي سجله كل التقدير وكل الاحترام على هذه المبادرة وقد أعرب السيد الرئيس خلال الاجتماع عن تطلع مصر لأن تسهم المبادرة الأفريقية في تسوية النزاع الروسي الأوكراني في ضوء ما يربط دول القارة الأفريقية من علاقات ممتدة مع الدولتين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن القادة الأفريقى تبحثوا خلال الاجتماع حول تفاصيل المبادرة الأفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا مؤكدين أن لأفريقيا مصلحة أكيدة في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على الدول الأفريقية وسائر دول العالم في عدد من القطاعات الحيوية مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي فضلا عن أهمية ذلك في دعم الاستقرار والسلم الدولي كما أكد السيد الرئيس أن مصر تبنت موقفا متوازنا منذ اندلاع الأزمة يستند إلى ضرورة احترام مبادئ القانون الدولية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية وتغليب لغة الحوار وحجد الجهود الدولية للتواصل لحل يراعي شواغل جميع الأطراف ضمانا لتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد التوافق على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الأفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والأوكراني على الانخراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة